أثاني لهم الأنباء أهلا بكم أكد مصدر عسكري وحدات من الجيش العربي السوري دمرت ثلاثة مقرات قيادة ودشمتين رشاش وجرافة وست سيارات لإرهابي جباة النصرة في درعا وريفيا إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش السوري سبع نقاط محصنة ومدافع وثلاثة عربات وقضت على عدد من إرهابي تنظيم داعش في نقطة أبو حسن على تجاه محور الثرد المعامل بدير الزور كما نفذت رمايات مركزة على تجمعات وتحصينات إرهابي تنظيم تكفري في منطقة المكبات وكوع الميادين ومحيط المقابر وتلت السبعة عشر وجنوب معسكر الفوج 137 ومنطقة الثرد ومنطقة مدرسة حقل التيم وقضت على عشرات الإرهابي أكدت وزارة الخارجية روسية أن الاتهامات التي ساقتها فرنسا ضد الحكومة السورية والتي تزعم استخدامها السلاح الكيميائي في خان شيخون تكتنفها التناقضات وتثير الكثير من الشكوك بشأن كيفية حصول خبراء فرنسيين على عينات من التربة من مكان الحادث هذا وجاء في بيان الخارجية الروسية نقلته وكالة سباتنك إن كانت المخابرات الفرنسية حصلت على العينات بنفسها فهذا يعني أن لديهم حرية تنقل في تلك المنطقة التي تقع تحت سيطرة مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي وإن تم الحصول على العينات بطريقة أخرى فهذا يثير بالطبع الشكوك في صحتها ويقلل من مستقية التقرير الفرنسي وشككت مجموعة من الخبراء الفرنسيين في الاتهامات الفرنسية لدمشق بهذا الشان وقال المحلل السياسي جاك هوغارد إن هدف الساس الفرنسيين من هذه الاتهامات الإساءة للدولة السورية أدان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبدالهيان العدوان الصيونية الغاشم على أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي هذا وأشار عبدالهيان في تصريح له إلى أن مزاعم الكيان الصيوني الخاوية لا يمكنها أن تشكل مبررا لانتهاك القوانين الدولية مؤكدا أن تحركات هذا الكيان تأتي في إطار دعم الأرهابيين أعلنت السفارة الأمريكية في كازاخستان أن الوزارة الخارجية الأمريكية طلقت دعوة للمشاركة في الجولة الجديدة من المحادثات حول سوريا في آسنة ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن مصدر في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في آسنة قوله أن وزارة الخارجية طلقت دعوة من حكومة كازاخستان للمشاركة في عملية آسنة حول سوريا الأسبوع المقبل بصفة مراقبة قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء انفجار إرهابي بسيارة مفخخة وسط العاصمة العراقية بغداد هذا ونقل موقع السومرية نوز عن مصدر في الشرطة العراقية قوله أن سيارة مفخخة انفجرت قرب قاطع مرور رصافة في منطقة الإكرادة وسط بغداد ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة مبينا أن هذه الحصيلة أولية وقابلة للزيارة إلى اللقاء اشتركوا في القناة